السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم. احنا معنا النهاردة المنظومة اتش تي تلتمية للزراعة المائية الهرامية. ده الجزء الاولاني. هنتكلم فيه عن الحامل اللي بيشيل المواسير اللي بيتزرع فيها. ازاي بيتفك وبيتركب. زي ما حضراتكم شايفين كده من اول فوق لغاية تحت. تمام? ادي الحامل فاضي. تمام? بيجي حضراتك بتركبه بالشكل اللي قدام مننا ده عشان تبدأ تركب عليه الحاجة. طب هو بيجي لك ازاي? ده كتف. ده كتف بيجي لوحده كامل. وده كتف لوحده كامل. اربع اكتاف بيجي كاملين مع بعضيهم. كل كتفه منفصل عن التاني. تمام? وبعد كده الجزء اللي مربوط هنا ده. ده ده كامل بيجي مع بعضه. تمام? الجزء اللي تحت. تمام? زي ما انتم شايفين كده. الجزء ده كده بيجي كامل مع بعض رغاية الاخر. والمصورة دي بتتشال منهم. حضرتك ما عليك اللي انت بتركب. بتركب الجزء ده هنا. وتركب الجزء ده هنا. نفس القصة النحية التانية اهو. هتركب ده هنا. وتركب ده هنا. وبعد كده توصل ما بينهم المصورة دي اللي هي الواصلة في النص ما بينهم. عشان تديها العصر في النص. اللي فوق. زي ما انتم شايفين. دي بتيجي كاملة مع بعضيها. الجزء ده جاي كامل مع بعضه. كامل كله مع بعضه ملزوقة. معليك اللي انت بتدخله هنا. وبتدخله هنا. تمام? ونفس القصة بتدخل هنا وبتدخل هنا. تبقى انت كده ركبت الحامل. اما كل الاشكال اللي انت شايفها دي. حضراتك مش بتركبها. دي بيجي لت ركبة جاهزة ومعمولة عندنا في الورشة. يعني مش هزا اقول لحضراتكم لو طفل او سيدة هتقدر تركبها. حبيت تعكسها شمال او يمين مش هتتعكس. هي كل حاجة بتدخل في مكانها مزبوط. حاولت تعكس اي ضلق مش هيركب معك. تمام? فده الجزء الاولاني بتاع الحامل. حضراتك لو عندك المنظومة HT 300 هتبقى نفس الطريقة بتتركب زي ما شرحنا الحامل. لو عندك اي منظومة HT برضو سواء اصغر او اكبر نفس الحامل نفس الفكرة بيتركب بنفس الطريقة. تمام? ده الجزء الاولاني. فيه جزء تاني هنتكلم فيه ازاي بالرص المواسير اللي بتحط فيها الشتلات. انتظرونا في الجزء التاني. كان معكم المهندس تامر اشتركوا في القناة.